اشتركوا في القناة نتقدم بجزيل الشكر لسعادة الوزير عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على استجابته الكريمة ورده الشافي على سؤالنا البرلماني لقد تضمن سؤالنا البرلماني استفسارا واحدا عن الموعد المتوقع لإنهاء إعادة التخطيط العمراني لمنطقة الحزام الأخضر الشمالي المزمع إقامة المشروع الإسكاني بجزء منه لأهالي الدائرة الثانية من محافظات العاصمة مع طلب تزويدنا برؤية المشروع وتخطيطه وبالإشارة إلى ما ورد في رده الكريم نود التعقيب على بعض من النقاط المهمة أولا بيّن الوزير مراحل دراسة المخططات التي يعملون عليها والتي تمر بمرحلة التخطيط أولا ومن ثم الاعتماد ثانيا والتنفيذ ثالثا وبيّن أن المنطقة التي نستفسر عنها وهي منطقة الحزام الأخضر مقسومة إلى جزئين شمالي وجنوبي وأفاد بأن الجزء الجنوبي تخطى مرحلة الاعتماد أما الشمالي لا زال في مرحلة التخطيط وأوضح أن موعد الانتهاء منها سيكون في الربع الأول من العام الفين وثلاثة وعشرين ومن هذه الإجابة نفهم أنه لا يمكن البدء بالمشروع الإسكاني المزمع إقامته في هذه المنطقة قبل العام عشرين ثلاثة وعشرين ورغم أنه يقع في المنطقة المعتمدة وذلك بسبب تداخله مع الجزء الشمالي غير المخطط وسؤلنا هنا ما البداء للمقترحة للتعاون مع وزارة الإسكان الموقرة في تسريع توفير الوحدات للدائرة الثانية من محافظة العاصمة سواء داخل الدائرة أو خارجها وفي هذا الموضوع يطيب لنا أن نطرح على مسامعكم رؤيتنا المتمحورة حول علاقة الوزارة الموقرة بالتخطيط العمراني نحن لا نتحدث عن أرض الصالحية التي خصصت بتوجيه من الأمير الراحل الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة طيب الله ثرى في الجزء الجنوبي من الحزام الأخضر فهذه أرض جرت تنسيق بين وزارة الإسكان الموقرة وأحد المطورين العقاريين لتشييد المساكن فيها لكننا نتحدث عن الجزء الشمالي من الحزام الأخضر وهي أرض شاسعة وكبيرة يحدها شارع الشيخ سلمان جنوباً وشارع البديع شمالاً والبرهام شرقاً وطشان غرباً وتوجد فيها مزارع ومخازن وأملاك متفرقة من الممكن أن تخصص لمشروع إسكاني يتبع قائمة التوزيعات لوزارة الإسكان الموقرة وحدها من دون المطورين إننا نطلب أن تساهم هذه الأرض في تقليص قائمة الانتظار لطلبات أهالي الدائرة الثانية من محافظة العاصمة من غير أهالي الصالحية كمنطقة النعيم والمخارقة ورأس رمان ووسط المنامة ويعيش القاطنون في هذه المنطقة وضعاً صعباً وبعضهم يسكن قرب سوق المنامة تحت وطأة الإزدحامات المرورية والإزعاج وندرة مواقف السيارات فضلاً عن التحديات التي ترافق ازدياد أفراد الأسرة خلال سنوات الانتظار أما بالنسبة لإجابة سعادة الوزير بخصوص موعد انتهاء التخطيط المتمثل في الربع الأول من عام 2023 فماذا عن الوقت الذي سيستغرق في المرحلتين الباقيتين الاعتماد والتنفيذ لم يذكر الوزير موعداً محدداً بخصوصها ورؤيتنا أن توضع الخطة من مواعيدها مع مواعيدها الافتراضية من الآن بدلاً من رمي الموضوع لزمن المجهول يعتمد على توافر الميزانية اللازمة ولا شك أن الميزانية سوف تتوافر عند وجود الخطة المكتملة وهذه مسؤولية سعادة الوزير إننا لن نلوم وزارة الإسكان الموقرة على تأخر المشروع فهي تنتظر انتهاء وزارة الأشغال من تخطيط المنطقة وما دمنا نتحدث عن حزام أخضر فمن الضروري استخراج الأرض الجنوبية من الحزام الأخضر بصفة الاستعجال والضرورة وذلك لتسهيل وفتح المجال لوزارة الإسكان الموقرة للشروع بالبدء في التنفيذ وليس انتظار تخطيط الجزء الشمالي خاصة بأن هذه الأرض التي نشير إليها هي الوحيدة الموجودة في الدائرة كأرض فضاء في ظل محدودية الأراضي الفضاء بشكل عام وتعتبر الامتداد الوحيد الذي يمكن استغلاله في المنطقة لخدمة الملف الإسكاني لذا فإن توصيتنا أن يتم تخطيطها بالنظر إلى أعداد الطلبات الحالية والمستقبلية بدراسة وافية والتفكير بطريقة متقنة لاستغلال المساحة بما يخدم العدد الأكبر من الطلبات مع مراعاة أن لا يتحول المشروع إلى بنايات سكن عمودي لتوفير شقاق إسكانية وذلك لأن المنطقة تتوسطها المزارع والرقعة الخضراء ويكون الجو الصحي لهذه المناطق بعدم ارتفاع الأبنية للحفاظ على سريان الهواء وسلامة البيئة شاكرين لسعادة الوزير سعد صدره وتقبله لملاحظاتنا وتعاونها الجاد فيما يتعلق بأهم الملفات التي تواجه السلطة التشريعية والتنفيذية معا في الوقت الراهن ونعول على استمرار هذه الجهود في التغلب على تحديات الملف الإسكاني الضاغط وتوفير المسكن الملائم لجميع الأسر البحرينية شكرا معالي الرئيس شكرا جزيلا سعد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تفضل